فقدت الكويت والأوساط الثقافية والإعلامية أحد أعمدة حركتها الأدبية الكاتب والأديب والإعلامي سليمان داود الحزامي الذي غيبه الموت اليوم عن عمر نهز سبعين عاما ليترجل الفارس عن جواده بعد رحلة عطاء كانت لها بصماتها على المستويين الخليجي والعربية الفقيد كانت له إسهاماته في إعداد وإخراج الأعمال الدرامية في إذاعة دولة الكويت وحصول عدد من أعماله الأدبية على جوائز إبداعية من بينها روايته المسرحية يوم الطين وبداية النهاية بجانب مؤلفات مسرحية أخرى